اشتركوا في القناة ولكن من قبله بس تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس زياش يزف خبرا صارا الى انصار تشيلسي قبل قمة ليفيربول حمل الدولة المغربي حكيم زياش لعب فريق تشيلسي الانجليزية اخبارا صارة الى انصار الفريق وذلك قبل مواجهة نادي ليفيربول في نهايك اصرابطة المحترفين الانجليزية لكورة القدام يوم غدنا الاحد على الساعة الخمسة والنصف مساء بملعب وامبليا وشارك الدولة المغربية في تداريب فريقه بشكل عادية عقب الاصابة التي تعرض لها خلال مواجهة فريق ليلة فرنسية ضمن دور ابطال اوروبا واكد الالماني طوماستوخل المدير الفني لفريق تشيلس الانجليزية ان مباراة فريقه امام ليفيربول الاحد في نهايك اصرابطة المحترفين الانجليزية متكافئة بين الفرقين مرشحن الريدز بنسبة ضئيلة جدا للفوز وهي واحد وخمسون في المئة على حد قولها مؤكدا في الوقت نفسي ان المباريات ضد مواطن هيورغان كلوب مدرب الريدز دائما ما تكون عصيبة وقال طوخل خلال مؤتمر الصحفي للمباراة ان اللاعب الزياش تجاوب بشكل سريع مع الاسعافات التي اجريت له وتمكن من تجاوز الاصابة التي تعرض لها في وقت سابق واضف انه عاد الى التداريب بشكل عادية مشيرا الى انه يتمنى ان يكون جاهزا بنسبة 100% لمواجهة ليفيربول ومن المنتظر ان يحسن بشكل رسمي في مشاركة النجم المغربي في مواجهة ليفيربول خلال الساعات المقبلة عجل جامعة القجع تفرح الجماهير المغربية بهذا القرار عن مباراة الكونغو الديمقراطية تستعد الجامعة الملكية المغربية للكرة القدامة لطرح ما يقارب 40 الف تذكرة خاصة بمباراة المنتخب المغربي وضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية والمقرر يوم التاسع والعشرون من مارس على ارضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء الحسابية بالدار الفاصل المؤهل لموندير قطر 2022 وتعاول الجامعة بشكل كبير على الحضور الجماهيري من اجل حسم التأهل المونديال للمرة الثانية على التوالية وللمرة السادسة في تاريخ المنتخب المغربي علما ان المنتخب المغربي سيأخذ رقاء الذهاب يوم الخامس والعشرون من مارس بالعاصمة الكونغولية كنشاصة على ارضية ملعب الشهداء حدث في الدورة المغربية تبول على العشب امام انظار الجميع اعرف الدورة المغربي السابقة من نوعها في لقطة اعتبرها متتبع كرة القدم غير رياضية وغير اخلاقية البتة حيث تبول احد اللاعب على العشب في احدى المواجهات من القسم الثانية بين الاتحاد البيضاوي والمغرب التطوانية والتي انتهت بالتعدل السلبي في كل شيء وقام اللاعب الافريقي صاحب القمس 99 بالتبول بالقرب من اللاعبين والحكم وامام دهشة الجماهير الحاضرة في الملعب والتي عرفت حضورا جماهريا لبأس به في اول عودة بعد التوقف لعامين هذا هو من المنتظر اصدار عقوبة قاسية في حق هذا اللاعب الذي خرج عن النص من خلال هذا التصرف المشين الذي يسئ للكرة المغربية خاصة والعالمية عامة الشعباني قال لا للرجاء قال الناقض الرياضي المصري حامد وجدي ان النادي رجاء الرياضية تواصل مع مدرب المصري البورسعي دي معين الشعباني والاخير رفض خوض تجربة بالبطولة الوطنية واضف وجدي ان الرجاء كان على استعداد على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد الشعباني مع المصري والمتمثل في دفع راتب شهرين فضلا منحي راتبا شهريا بقيمة 30 الف دولار ووصل وجدي حديث ان معين الشعباني توصل كذلك بعرض من الدورة السعودية وحاليا المدرب التونسي سيواصل عمله في الدورة المصرية اليزغي يتحدث عن قرار فتح الملاعب امام الجماهير المغربية اعتبر البحث في السياسات الرياضية الدكتور منصف اليزغي ان قرار الحكومة باعادة فتح الملاعب امام الجماهير الرياضية يعكس نجاح المغرب في تدبير الازمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وقال اليزغي في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء ان هذا القرار يعكس ايضا العودة التدريجي لحياة الطبيعية في المغرب على خلفية هذه الازمة التي ازعجت العالم باكمله يذكر انه تم اغلاق ملاعب كرة القدم والمجمعات المخصصة للرياضة الاخرى امام الجماهير منذ 13 مارس 2020 بعد ايام قليلة من بدء تفشي الوباء في المملكة وكان رئيس الحكومة عز الاخ النوش قد استقبل يوم الخميس فوز القجر رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حيث تم التطرق لموضوع اعادة فتح الملاعب في وجه الجماهير واستنادا لمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير الحالة الطوارئ الصحية وتبع لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية واخدا بعين الاعتبار التطورات الايجابية للوضع الوبائي ببلادنا فقد قررت الحكومة فتح الملاعب الرياضية ويرى ليزغي ان قرار اعادة فتح الملاعب كان متوقعانا في ظل التصريح الاخير لوزير التربية الوطنية والتعليم الاول والرياضة الذي اشار فيه الى عودة الجماهير الى الملاعب دون تحديد معد لذلك او الطريقة التي سيتم بها تنفيذ هذا القرار واضف ان القرار يستند الى التحسن المسجر في المؤشرات المتعلقة بتطور الحالة الوبائية في المغرب مشرا الى ان مواصلة اغلاق الملعب لنحو عامين يعكس اصرار الجهات الحكومية على تفادي اي تراجع محتمال كما كان الحال في بلدان اخرى ولا سيما ايطاليا واسبانيا وتبع ان المغرب تعامل بلا هوادة معاهد الاشكالية واضهر نفس المستوى من الصرامة فيما يتعلق باغلاق اجوائها معتبرا انه على الصعيدة الرياضية فان اعادة فتح الملعب من المرجح ان تضخ نفسا جديد لمالية الاندية الوطنية التي عانت بشدة من تأثير فيروس كورونا سيما ان الاندية الوطنية تعتمد بشكل كبير على مبيعات التذاكر بما في ذلك الرجاء والوداد اللدان قد تصل وعدتهما في بعض الاحيان الى 3 ملايين درهم في مباراة واحدة وقال صحيح ان الجامعة الملكية المغربية لكورة القدامة قد تدخلت من خلال اتخاذ اجراءات مختلفة ومساعدة الاندية ماليا خلال هادين العامين لكن الجمهور يظل بلا شك عنصرا اساسيا في مشهد الكوروية ومصدرا تمويليا رئيسيا للاندية المغربية من جهتها اعتبر رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجة محمد بالماحية ان قرار اعادة فتح الملعب امام الجماهير اتى في الوقت المناسب مؤكدا ان الحكومة كانت دائما ستسمع لنبض الشارع الرياضي مستندة في ذلك للتوجيهات السامية للملك محمد السادس واضف ان الامر يتعلق بمبادرة متميزة لانها تأتي قبل اسابيع قليلة من المباراة الحسمة التي ستجمع اسود الاطلس بمنتخب الكونغو الديمقراطية برسم الجولة الاخيرة والفاصل من التصوية الافريقي المؤهل للكأس العالم قطر 2022 وشار في هذا الصداد الى ان الجمهور يبقى عنصرا اساسيا في المشهد الوطني الكراوي والرياضي عموما مشيرا الى ان المغرب هو مشتل الرياضيين وان الجمهور المغربي متعطش للفرجة وشغوف باستعادة مكانه في المدرجات هذه ابرز العناوين زياش يزف خبر انصارا الى انصار تشيلسي قبر قمة الفيربول عاجل جامعة القجاع تفرح الجماهير المغربية بهذا القرار عن مباراة الكونغو الديمقراطية حدث في الدورة المغربية تبول على عشب امام انظار الجميع